السلام عليكم لدي تلميذ السنة الرابعة متوسط اليوم إن شاء الله مع درس جديد إن شاء الله لا تخافوا شو اللي دياتي كما قال لك إن شاء الله هذه البنية تكون بخير لا تخموش بزاف الوباء والمرض نقول إن شاء الله ربي عافينا وحطوا رسالكو في القرية بلك إن شاء الله تتفوت هذه الأزمة بسم الله على البركاته اللي نبدأ الله مصلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصبع أجمعين اليوم نقرأ نقرأ صيغة الأمر أمبراتيب هو الأمر كما أمبراتيب اللي نقرها في الفرنس To make recommendations or give advice to someone I can use the أمبراتيب نديرو باش نستعمل باش نعطو توجيهات ولا توصيات ولا نصائح لكاش واحد دائما نستعملوا صيغة الأمر بو هي تتمثل في الفرب بتاعنا يعني الفرب ليعطوه لنا هادك ليعطوه هنا في الانفينيتيف to go ولا نقرأ هادك to ونحطو الفرب بتاعنا في الأول أوكي تتبعوا معي كيمانا decide هنا تبدو بالفعل decide to fight have courage and clear goals يعني هنا راي تعطي نصيحة البنتة راي تقولها dcd باش تحربي و هاذ باش تكون عندك courage and clear goals يعني اول هاهداف معينا واضحة صعي؟ هنا راي كي تنصحي واحد ولتعطي أمر تقرعي هادك to والديريفير بتاعك في البديعة كما هنا وفي النفي نديرو Don't go on a road which is wrong and dishonest هنا تنصح فيها بعدم فعل هذه الحاجة تقولي Don't go بس كي doesn't تسعميها مع الغائب والأمر ما يستعملش مع الغائب كما اللغة العربية أنت إجلس أنت إجلسي تستعميها مع السيرة المخاطب مادم هناك السيرة المخاطب عدنا غيو تستعملها معي You don't مش كولي doesn't صفي Do not go I can also use the imperative to give instructions as in cooking recipes for example إستعملوا صغة الأمر لكي ندروا على توجيهات إرشادات ندروا على إرشادات وتوجيهات أو لكي ندروا على غيوثات ندري غيوثات لكي ندريها حق الفارينة حق السكر أكد فهمني كي ندري على توجيهات الغسات تستعملي صغة الأمر for example add sugar and milk زيدي يعني زيدي أضيفي السكر والحليب then mix for 5 minutes وخلطيهم مدة 5 دقائق don't use cold water ما تستعمليش الماء البارد بانايا قال لك هنا not to form the negative I use don't do not ولا don't plus verb stem قال لك بش نستعملو negative form نديرو do not ولا don't سهلا هادا شوفو تكتبو غير فعل تاعكم يديرو لك to add انتا قلعتو وديرها add اللولة صحي دوكنو رحو نشوفو هنايا سهلا نشوفو هادا الاكسرسيس شو هادا الاكسرسيس قال لك هنا you add you add mint leaves and sugar to test zed and you add you add غادي تزيد mint leaves يعني أوراقة على المعنى والصقر باش تدوق باش تدوق شوفو هنا ياشا غادي نديرو نقلع you هادي شطبو هادي already شا ديرو ديرو add هذا ما كان add ديرها بال majuscul add هذا ما كان أضيف mint leaves and sugar to test هادي to not not forget not forget يعني don't to don't for forget don't forget to stay well go pour pour in boiling water in boiling water في الماء المغلي and you don't forget to stay well وما ما تنساش بش تخلط to stay well يعني بش تخلط بش تحرك تحرك غاية شاقودنا هانايا لبلع عيو ساي دير pour in boiling water and you don't forget to stay well هانايا see كالك you put the tea in a tea pot كالك غادي تدير الشي تاك في الإبريق تاك الشي tea pot يعني في الإبريق الشي في البراد كما نقول حنا تدير عيو كما العاد دير هنا P majuscul تبدأ هانايا put the tea in tea pot يعني ضع الشي في الإبريق الشي صحيح هانا يدي قالك you set the tea hot pouring it in glasses from a high of about twenty to thirty سنتيم قالك غادي تسربي نسرب سربي لات كما دي كي يزي نسربي لات شوف سربي لات هانايا هانايا تديروها تقلعي دير سر the sea hot شوف بها دك ال tea حامي pouring it in glasses from a high of about twenty to thirty سنتيم كما نقول حنا هي غادي هاكا على مسافة طويلة تديرهم في كيسان على مسافة طويلة 23 أو 30 سنتيم هاكا طويلة كيف هاكا تطلعو لات تتاعك وتسربي هانايا الثالثة هانا اي قالك يو واش نقلعو دائما في الامبراطف اقلعو 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 واش the tea with hot water اغسل على تاي تاعك شي تاعك بالماء الساخن واش نديرها تاني ماجسكول واش the tea with hot water ساي تمنى ولدي ك راكم فاهمين الحد الان اهنا يا task three تبو معي لا task two task two قالك ارى 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 جمع instructions in task one to get co coherent paragraph about how to make mint tea i should avoid repetition in my paragraph i start like this wash the tea with hot water قالك رادي هذا paragraph سوف نستفوه 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 و نراعو عدم التكرار و نبدأ وقالك like this يعني wash the tea with hot water نبدأ وراهي wash الولا هي ايه wash the tea with hot water ايه ديروه معايا ديروه ومبعد اشوفوا معايا الحل حبسوا وديروه معايا ولادي الحل سيكونوا كذلك ولادي تبعوا wash the tea with hot water اخسل لاتاي بالماء الساخن put it in a teapot ديلا في البرات تعلاتاي pour in boiling water pour يعني سكبة فرغة pour in boiling water هذه عدما pour يعني سكبة in boiling water and don't forget to stay well وما تنساش باش تحرك غاية add mint leaves زيد الاوراق and sugar والسكر على حسب الدوق serve the tea hot pour in it in glasses from a high of about 20 to 30 cm اها ودا الحل سيكونوا كذلك ساي نروحو دروك جل لك لك scamer تسكتنا تسكتنا 32 first, next, then, etc. I start like this. جالك غادي نديرو first, next, then, etc. ونبدو كما هكا. First, washed tea with hot water. هذا غادي نديرو هكاً بارغراف ونديرو first, ونديرو next, then, finally. صحيح؟ غادي نديروه ومبعد تشوفو معايا الحلون هدي. الحل غادي يكون كما هكا. تبعوا معايا. First, wash the tea with hot water. أخسل أولاً في بداية ولا أولاً أخسل لتاي بالماء الساخن. Next, ومبعد put it in a teapot دي راح في البرتة لتاي. Then, ومبعد pour in boiling water and don't forget to stay well. قال لكم بعد فرغة ديرها في الماء الساخن وما تنساش تحركها بيان. After that بعد ذلك add mint leaves دير لنا أوراق النعناع and sugar to test والسكر للتدوق للدوق للدوق تعالك. Finally, أخيراً serve the tea hot pouring it in glasses from a height of about twenty to thirty centimètres centimètres سعيد سنتيمتر كفهمت معايا هذا الامبراطيب صيغة الأمر وكيف شحلنا هذا التمرينين هذا التمرين هذا الأول والثاني والثالث سعيد وإلى تمارين مقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته